موسيقى اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج مصر تنتخب طبعا زي ما احنا عارفين مازالت الاستعدادات الانتخابات الرئاسية 2024 مستمرة من المقرر ان تنتهي المحكمة الادارية العليا من المدة الزمنية المحددة للفصل في الطعون على الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثة الموافق 7 نوفمبر الجاري ده طبعا حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الفصل في الطعون على الانتخابات الرئاسية بمدة عشر ايام اعتبار من يوم 29 اكتوبر وتستمر حتى سلساء 7 نوفمبر عقب الانتهاء من الفصل في الطعون ان وجدت ان وجدت بينشر ملخص الاحكام فيها بالجريدة الرسمية وجريدتي الجمهورية والاخبار على نفقة خاسر الطعن طبعا انتهت المحكامة الادارية العليا السبت الماضي من المدة المحددة لتلقي الطعون على الانتخابات الرئاسية في الرابعة عصرا تحديدا وقيدها بجدول المحكمة وذلك حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات اللي اقر فتح باب تلقي الطعون امام المحكامة الادارية العليا بمجلس الدولة يومين اللي هما يوم الجمعة 27 ويوم السبت يوم 28 اكتوبر طيب اكد مصدر بمجلس الدولة ان المحكمة الادارية العليا فتحت باب تلقي الطعون منذ الساعة التاسعة صباح الجمعة واستمر الحد الساعة الرابعة عصري يوم السبت ولم يستقبل ولو يتم استقبال يعني اي طعون على المرشحين الانتخابات الرئاسية حتى نهاية المدة المحددة اذا لما نبص لللي بيحصل في الانتخابات حتى الان السادة الاربع لفاضل عفوا السادة الاربع لفاضل المرشحين لم يطعم منهم احد على الاخر في اي شيء سبق وعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها سمت اعتراضات من قبل طالب الترشح في الانتخابات الرئاسية الفين اربع وعشرين وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات زي ما احنا عارفين اربع مرشحين منذ فتح باب الترشح يوم خمسة اكتوبر لغاية يوم اربعتاشر اكتوبر تم تقدموا باوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية واحنا عارفين طبعا السادة الافاضل الاربع المرشحين طبعا المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو اول من تقدم باوراقه بعد كده كان يليه المرشح فريد زهران وطبعا رئيس الحزب المصر الديموقراطي ثم بعد ذلك تلاه المرشح عبدالسند يمامه هو رئيس حزب الوفدة واخر من تقدم باوراقه هو السيد حازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري طيب عقب الانتهاء من كل الاجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمز انتخابي من بين كم رمز زي ما انتفقنا من بين خمستاشر رمز تم تحددهم زي ما حضراتكم عارفين النجمة والشمس والاسد الحصان والنصر والديك الميزان والطيارة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم زي ما احنا عارفين اولوية التقديم هي اولوية الاختيار من تقدم اولا يختار اولا ثانيا 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 وهكذا طيب ده كان اول خبر موجود معنا النهاردة خلينا نروح معكم لتاني خبر في اطار استمرار اللقاءات والاجتماعات اللي بتعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مع الجهات بقى الدعمة او نقول المعيدة للمرشح الرئاسي استقبلت الحملة الرسمية وفد من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور المهندس محرم هلال وعدد من ممثلي الاتحاد اذا فعن يضم الاتحاد خمسين جمعية واربعين الف مؤسسة صناعية وما يقرب من حوالي ست ملايين عضو يقوم الاتحاد بتقديم استشارات فنية وادارية وتمولية او تسويقية فضلا طبعا هو بيقوم باعداد البيانات ويقوم باعداد الاحصائيات استقبل وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وطبعا هو المستشار محمود فوزي واعرب عن سعدته بوفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واشار الان الصناعة هي قاطرة التنمية في اي دولة طيب اشهد ايضا وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بايه؟ بانجازات الدولة المصرية وما حققه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وجهوده الحسيسة تجاه الصناعة والاستثمار وايضا اشهد بدعم للمشروعات الصغيرة وريادة الاعمال وتشجيع المستثمرين على اقامة المجمعات الصناعية التي لها بالغ الاسر على الاقتصاد الوطني وده طبعا في ضوء بالاصلاحات التشريعية وايضا في ضوء القوانين الجديدة التي ساهمت في تيسير او لنقل رفع كفاءة الاداء الصناعي والاستثماري في مصر القرارات الرئاسية للقضاء على البيروقراطية تشجيعا للاستثمار دي ايضا من الحاجات اللي اشاروا اليه فضلا عن مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وايضا تفعيل الرخصة الزهبية بالاضافة لطبعا بعض المشروعات في البنية التحتية وغيرها اللي ساهمت في النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار في مصر اكد ايضا وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بقيام دوره في توعية المواطن وبخاصة فئة العمال والمصنعين بانهما يجب ان يكون عندهم مشاركة ايجابية في هذا الاستحقاق الدستوري القادم ودي نقطة احيي فيها كل الاتحادات حتى اللي كانت موجودة واللي كانت لها لقاءات واللي عقدت ايضا بعض المؤتمرات وكان دائما بيتكلموا عن مسألة الوعي يا اخوانا الهدف من الانتخابات في المقام الاول هو صوتك انت اولا ثانيا بينتج عن وضع صوتك في الصندوق ايه هو ثانيا اختيار مرشح طيب لما انت ما تروحش طيب احنا عامل انتخابات ليه طيب شكلنا قدام الناس كله هيبقى عامل ازاي تقولك ناس ومن الواضح ان الثقافة عندهم بوليلة شوي طيب ده كلام هل ينفع ان مصر بعظمتها بترخها ده كله اما تنظم انتخابات رئيسية الناس ما تبقاش وقفة طوابير ارجوكو احنا هنا حقيقة والله ندافع عن مشهد يليق اولا باسم مصر وطبعا ثانيا يليق باسماء السادة المرشحين الافاضل اللي ان شاء الله ربنا يكتب لاحد منهم يعني قيادة المسيرة الصعبة الصعبة في الفترة القادمة ان شاء الله طيب في خبر عندي من مدرية الاوقاف والازهر الشريف في دميات تحديد يعني بدأوا عدد من الندوات مع العاملين ومع الائمة وده لتوعيتهم باهمية المشاركة ودورهم الكبير في حس المواطنين على المشاركة باعتبار واجب وطني على كل مصري ومصري اوضح بيان اصدرته الدكتورة منال عوض وطبعا هي محافظ دميات يعني ان الدوات دي مخصصة لايه اولا لدعم العملية الانتخابية ده اهم شيء واشارت لان صوت المواطن بالانتخابات الرئاسية امانة تجاه وطن اولا يجب ان يؤديه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء بينما اكد شيخ محمد سلام ووكيل وزارة الاوقاف بدميات ان مدرية الاوقاف بتقوم بواجبها بتحس المواطنين على مشاركة في كافة الجهات لنشر الوعي بين المواطنين ضرورة المشاركة الفعالة والايجابية للإدلاق بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها ايام ايه اعتخد ان احداثكم حفظتم معايا الداخل ايام عشرة واحداشر واثناشر والخارج ايام واحد واثنين وثلاثة من ديسمبر المقبل طيب تنفيذا لتوجهات الدكتورة منال عوض محافظ دوميات طيب عندي خبر من امانة حزب مصر اكتوبر ده طبعا في محافظة الاسكندرية برئاسة المهندس احمد حلمي عقد عدة جوالات داخل المحافظة في اطار حملة الحزب نفسه لدعم المرشح الذي اختر الحزب لدعمه والسيد عبدالفتاح السيسي وهو يدعمه لولاية رئاسية جديدة وتنفيذا طبعا لتوجهات الدكتورة جهان مديح الدكتورة جهان طبعا هو رئيس الحزب عمتا ضمن حملة هنكمل المشوار وجاءت البداية حيث اطلقت امانة الحزب بالمحافظة ندوة توعوية تحت عنوان المرأة درع الوطن لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ده كله بيأتي في اطار ايه حرص الحزب على تواجد المرأة في الحياة السياسية وايضا حرصه على دورها الفعال في الانتخابات القادمة ايضا المهندس احمد حلمي اللي هو الامين العام للحزب بالمحافظة قام بالتوعية السياسية للمشاركة واوضح لهم انجازات السنوات الماضية والتأكيد على ان الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المرشح الوحيد الذي يستحق دعمهم لما قدموا من ايه انجازات وتطورات في مختلف قطاعات الدولة وايضا توفير الامن والامان والاستقرار وحماية مصر من المخاطر ومن الحروب طيب قال ايه تاني استاذ حلمي قال ان المسئولية الوطنية بتلزم الجميع بالوقوف خلف الرئيس من اجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنمية حقيقية في كافة المجالات في مصر اشار الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع رغم الصعاب والازمات العالمية المتتالية ان يحدث طفرة في العديد من المجالات الطبية التعليمية التصنعية وعدد المجالات حيث استطاعت الدولة من خلال حملاتها الطبية القضاء على العديد من الامراض زي ويروسيز زي ما حدرتكم عارفين بالاضافة طبعا للحملات الاخرى التي تم تقدمها للاطفال مثلا للقضاء على السمنة والتقزم وغيرها من الامراض التي تعد تحديا يواجه جيل جديد مسؤول عن مستقبل البلاد فضلا عن مبادرة حياة كريمة والتي تعد مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة وطبعا ده له تأثير ايجابي على ستين مليون مواطن مصري طيب ايه تانيه شهدت الفعالية دي حضور كبير جدا من نساء اولا عزبة المعدية وعزبة الحاج محمد وعزبة نشأة وعزبة ابو قبير وعزبة البحر وعزبة الدكتور وطبعا هم كانوا يسهدفوا هذه الاحياء السكنية تحديدا بيعجبني جدا ان الاحزاب تتحرك شوي ده مهم عندنا كان احزاب كبيرة جدا بس للأسف ما بلغش بتتحرك طيب ايها السادة الحزبيون انتوا وعدين لحد امتى يعني تواجدك في الشارع هو ده الاصل على فكرة مش المقرات المقر ده مبنى مؤسسي خاص ببروتوكولات معينة استقبالات معينة لكن الاحزاب يا جماعة شغلها في الشارع وده مهم جدا انا هنا ده انتقد حزب معين ولا بمدح حزب معين انا بتكلم على كم الاحزاب اللي موجودين عندنا في مصر بلاقي خمس ستة احزاب هم اللي موجودين في الشارع طب والباقي ايه ظروفهم طب مستنين ايه طب انتم مرخصين الاحزاب دي ليه ما ده مهم ما بلدك محتجالك ما تعمل مبادرة انت شارك في مبادرة بس شارك شارك يعني صحة ولا لازم يبقى لك مقرات كتيرة احنا عندنا ما شاء الله مصر يعني يا سيد انت عندك 27 محافظة صحة ولا غلط لكن ما ينفعش ان نلاقي مثلا خمس ستة احزاب او عشر احزاب بالكتير جدا هم اللي لهم نشاط ملحوظ وبيتواجدوا مع الناس في الشارع وبيقدموا ندوات وبينزلوا القرى والعزب والاحياء واحزاب تانية ما شموجودة ده ما اعتقدش ان ده كلام يرضي ربنا حتى لو بعيد عن الانتخابات لابد ان تعود الحياة الحزبية بشكل جيد شوية نسيب بقى الاحزاب شوية ونروح لخبر تاني عن سيد حسين ابو صدام وهو طبعا نقيب الفلاحين قال ان مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية الفين اربعة وعشرين دي ضرورة وفرض على كل مصري وقال ان المشاركة في الانتخابات الرئاسية جهاد في سبيل الوطن وكل ما لم يشارك فهو مقصر في حق نفسه وفي حق وطنه وفي حق ابنائه وقال اي تاني بس كلامه وهنا كان موجه للفلاحين الانتخابات اللي جاية دي اهم انتخابات ده كلامه هو قال كده وكل واحد لازم ينزل ويشارك وكلنا شايفين البلاد اللي حوالينا يعني واحنا عايزين بلدنا بقى ايه تستمر في الاستقرار ده كلامه وانتم كفلاحين قوة كبيرة ولازم العالم كله يشوف مشهد يعرف منه ان المصريين عمرهم ما يفرطوا عفوا عمرهم ما يفرطوا لف وطنهم ولف ارضهم وانتم قمتم بدور كبير جدا في كل المشاهد السياسية كلها وانا براهن وانا براهن ده نقيب الفلاحين بيقول كده ان ينزل عشرين مليون فلاح ان شاء الله في الانتخابات ايام ايه يا جماعة عشرة وحداشر واثناشر من ديسمبر القادم طيب في الخارج ايام ايه واحد واثنين وثلاثة انا كده اخباري انت تمام لكن انا عايز اتكلم معاكو بصورة اوسعة شوية اه انا عندي فقرة الاول بعد دي لها كيف ننمي اقتصادنا القوم انا لا اخفى عليكم عشان بس دي امانة والوجه الله يعلم مين هيعيش ومين مش هيعيش الفترة الجاة صعبة لا صعبة جدا 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 على مصر بس لا خالص خالص والله ده على العالم كله طيب الشرق الاوسط تحديدا في الفترة الجاة دي لا فيه متغيرات كثيرة جدا بصوا كده على التحركات العسكرية الموجودة اسطول الصين وانتو عارفين عني اسطول الصين مت موجود الاسطول الروسي موجود وده جنبك في ترتوسة هو عند سوريا مش بعيد يعني الاسطول الامريك انتو عارفين اماكن تواجده وغير قواعده الموجودة وايضا موجود فيه في البحر المتوسط عندك جزء منه تخيلوا كل ده لازم نبقيد واحدة بجد سبوكوا بقى من اي حاجة تانية خالص ايه مورى ظهرك كده لازم فعلا كلنا نبقيد واحدة سبوكوا بقى من مواقع التواصل الاجتماعي والكلام والكلام اللي احنا بنسمعه والقراء اللي لنا حقيقة ما بقاش عارف اولها من اخرها ايه بلدنا محتاجانا نقف صف واحد ايد واحدة ما ننسقش وراء اي معلومات خاطئة لان ما عادش فيه مجل الخطأ خالص انت بتخوفني او اللي لا والله خوفك ليه انا عمري وخوفت لسبب وانا قلتلكم من البداية طول ما اللي رزقك مبارح هو اللي هيرزقك بكرة ما تخافش بس ربنا امرنا بالسعي ربنا نفسه سبحانه وتعالى امرنا بان احنا نشتغل مش نتكلم رجاءا لازم الفترة الجاية نشتغل بجد ونجد بجد والخاف على بلدنا بجد لان ده هنحتاجه بعد كده ده نصيحة زي ما قلتلكم يا عالم مين موجود ومين مش موجود هخرج لفاصل وبعض الفاصل يكون معاي الفقرة عن كيف ننمي اقتصادنا القومي هيكون ضيفنا فيها النهاردة دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي هنتكلف فيها في حاجات كتيرة وفي متغيرات كتيرة وفي الوضع الاقتصادي واللي بيحصل يمين واللي بيحصل شمال والحرب الموجودة دلوقتي بغزة دي ما أسر علينا ولا مش ما أسر علينا طب مع الحرب في أوكرانيا لسه ما أسر ولا خلاص بقى الموضوع اتهد وخلصنا ولا ايه فيه أمور كتيرة عشان كده أقول لكم لازم نخاف على بردنا ان اللي جاي صاع قوي بعد الفاصل نكمل كلام ورجعنا لحضراتكم مرة تانية النهاردة حلقتنا زي ما نوهت هتبقى مختلفة شوية عن حلقات البرنامج في بعض نقاطها السابقة مش هنتكلم النهاردة عن السياسة ولا حتى عن العلاقات الدولية المصر مع مختلف دول العالم زي ما كنا منتكلم يعني قبل كده لكن النهاردة هنتكلم عن التحديات بقى الاقتصادية اللي هتواجه رئيس الجمهورية القادم ورئيس الجمهورية القادم ده من أول تحدي هي قبله ايه التحدي الاقتصادي هنعرف ايه هي التحديات اولا وكيفية تصنفها ويعني ممكن ممكن تتحلل ازاي ضفنا النهاردة ودكتور الاستاذ الكبير مصطفى بدر الخبير الاقتصادي نورنا ومشرف جمعا اهلا وسهلا بيك فان شكرا جدا خليني الاول اربط الاول بس بين ما يحدث في العالم وما يحدث في المنطقة خاصة الالتهاب الشديد في قطاع غزة حتى الان وهو طبعا منطقة مجورة بشكل كبير على وضع الاقتصاد في المصر شوف يا فاندم خلينا نقول لحضرتك اولا نعزي شهدائنا في فلسطين رحمة الله عليهم وربنا يعني نحتسبهم عنده شهداء وان شاء الله يا رب تخل هذه الغمة حتى يعني تعادل امور لطبعتها مرة اخرى للأسف الوقت الراهن في منتهى الصعوبة زي ما حضرتك تفضلت في الوضع الاقتصاد العالمي كله للأسف متأثر به سواء العالم او الوضع داخل مصر خلينا نقول العالم لي يا فاندم لان حضرتك تعلم جيدا احنا خرجنا من جائحة كورونا خرجنا كان فيه ازمة اقتصادية ما بيسمى بسلاسل الامداد الدول مكادش عارفة تمد بعضها بالمنتجات العالمية خلف عن ده كمان ان طبعا للأسف ارتفع ما بيسمى بالتضخم الاقتصادين كلهم عارفين ان التضخم كلما ارتفع بيسبب ازمة اقتصادية داخل الدول ممكن نوضح بس يعني ايه للناس معنى كلمة تضخم تضخم فاندم عبارة عن القوة الشرائية للعملة يعني الفلوس اللي انت بتاحتك او بتمتلكها تقدر تشتري سلع قد ايه في مدة معينة يعني بمنطقة البساطة دايما نقول ايه كل شهر فلوسك تقدر تشتري سلع قد ايه لو الفلوس بتاعتك دي جابت سلع اقل من الشهر اللي قبله يبقى التضخم بيزداد يعني فلوسك بتقل بمنطقة البساطة القوة الشرائية بتاعتك ده ما اتفق عليه كل الاقتصادين اللي هو المتعارف عليه تمام فطبعا للأسف ده التضخم ابتدى يرتفع نتيجة جائحة كورونا وسلاسل الامداد خلف عن ده كمان اثر حرب روسيا و اوكرانيا روسيا و اوكرانيا كمان النهاردة جات في وضع الحرب كان يعني ما كانش يزا ما يقوله كده في الوقت الصواب او في الوقت اللي هو يحتكم ليه العالم صوابا تمام ليه لان ابتدى ده ما يكون التضخم في ارتفاع الدول لجئت ان ترفع اسعار الفايدة والشيء بالشيء يسكر امريكا يا فندم عشان تبقى حضرتك عارف في التلات سنين اللي فاتوا دول اخر نهاية ترامب رئيس الامريكي اللي هو السابق والرئيس جو بايدن الحالي دلوقتي اللي هو قدامه سنة ويرتحل عن البيت الابيض طبعه تقريبا 13 ل 14 تريليون دولار اه يعني مش مليار لا مش مليار الالف بتاع المليار اه يعني ايه زاد عن قوة امريكا ب13 14 تريليون دولار تمام وده الخطأ الكبير الخطأ الكبير في ايه ان امريكا طبعت فلوس دون انتاج طبعا وعايزة تلم دلوقتي الفلوس او بتضطر ترفع اسعار الفايدة وهذا من الخطأ الكبير في الاوضاع الاقتصادية كويس ده اثر على العالم كله يا فندم بان الاستثمارات كلها تسحبت بيسموها الاموال الساخنة صحيح وطبعا النهاردة من تقريبا من شهر نقول يعني قربنا حصل الحرب اللي حضرتك شايفها الشعواء من اسرائيل على فلسطين المنطقة دي يا فندم ملتحبة من الاساس ليه منطقة الوطن العربي واحد الناس بس نسيت او تغفلت شوية ان اشقائنا في ليبيا للأسف عندهم ازمة كبيرة جدا طبعا ده على الجانب الغربي بالنسبة لمصر عندنا في الجانب الجنوبي طبعا اشقائنا في السودان للأسف متأثرين بتأثير الحرب الداخلية ما بينهم وبين بعضهم فده بيأثر علينا احنا برضه على الجانب الشرقي طبعا الوضع كان اصلا ملتهب اسرائيل نازلة تضغط تضغط على قطاع من القطاعات الفلسطينية غزة فالمهم قامت يعني المشكلة والتدعيات اللي حالك بتشوفها دلوقتي ولكن التدعيات لا مغيرة للأوضاع كلها لما زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة كده وتحرك الأساطيل بتاعة العالم تتجه للبحر المتوسط والبحر الأحمر يبقى الشيء مستغرب ده بيقلق الاقتصاديين احنا بقى بنخاف ليه؟ لان اولا السياحة بتقل طب هو مصطلح ان رأس المال جبان ده صح طبعا هو ده التشبيه الدارج دايما بالنسبة للقطاع العام او يعني القطاع الحكومي او القطاع يعني القطاع السوري القطاع الشعبي والقطاع الخاص ومشكلة ما هم متشابكين مع بعضهم المجتمع كله بيتخوف من هذا الأمر ليه؟ لان قول ما بتتسحب الاستثمارات يا فندم بيحصل ايه؟ تزداد البطالة تزداد البطالة يبقى فيه توقف للاستثمار تتوقف للاستثمار يبقى الأسعار هتغلى يبقى هيكون المرضودة على المجتمع بزيادة في مستويات الأسعار اللي احنا بنشوفه النهاردة الأسعار بتغلى في العالم يا فندم الحرب بس اللي بدت في فلسطين اللي هم يوم 7 أكتوبر اللي فات في نفس اليوم يا فندم أسعار البترول ارتفعت والذهب ارتفع وده اللي احنا علش الدهب ممكن يكون الناس تتغاضع عن الدهب لكن البترول لا ليه؟ لان ما فيش حد النهاردة في العالم قلما بتحرك أو ينتقل أو ينتج منتج قلما بيستخدم ايه؟ الخامل البترول يعني أصدق تشغيل المصانع تشغيل شركة الكهرباء المياه النقل كل دا يعني ده المؤشر الأساسي اللي دايما بيخوف الاقتصاديين يبقى خلي بالكو يا جماعة دايما بقى نقول اللي بتوع السياسة خلي بالكو ان من جراء هذه الأحداث مرضودوا على الدولة هيكون ارتفاع في مستويات الأسعار صحيح المؤشر التاني زي ما حدرتك تفضلت كده الناس كلها هتتجنب الاستثمار هتلجأ ليه؟ تشتري دهب يبقى النهاردة قيمة الفلوس النهاردة بتتجه أو بتتوصل ليه؟ انهما يتجه ليه اكتناز أصول النهاردة ما يستثمرش فلوسه فده اللي احنا دايما بيدي صورة أو رسمة للوضع الاقتصادي اللي احنا دايما بنشوفه أو بنتخوفه من تدعات الحروب تمام طيب لما اجيه اتكلم برضو عن آمل جديد بريقة آمل يعني يقولوا رغم كل ده لكن في حاجة اسمها البريكس جاي البريكس ده هيجي على أول السنة شهر يناير ومصر وقعت الاتفاقيات مع عدد كبير من الدول يعني اللي هاتش بقى موجودة في مجموعة البريكس هل حضرك شايف حضرك خبير اقتصادي كبير طبعا البريكس هيفرق معنا قدي لا هيفرق معنا كتير ان شاء الله في تطبيقه وما تنساش حضرتك اذكر حضرتك وذكر نفسي والمشاهدين ان لما تم تطبيق البريكس كان فيه عامل من أهم العوامل اللي الناس لازم تاخد بالها ان التعامل ما بين الدول وبين بعضها بالعملة المحلية يعني مصر هتتعامل مع الصين الصين باليوان والصين هتتعامل في مصر بالجنيل مصري تمام ومع روسيا بالروبل واحنا برضو بالجنيل مصري التوقيع الاتفاقية اللي تمت من تقريبا من شهرين وهيتم تنفيذها في واحد واحد ان شاء الله يعني تقريبا برضو بعد شهرين هذا التنفيذ هو ما هيرفع الضغط من على سعر الصرف يعني مش هتحتاج حضرتك الدولار كثيرا كدولة وده هيحصل ليه انعكاس فيه ان النهاردة لما تتعامل مع مثلا الامارات لما تتعامل مع البرازيل لما تتعامل مع جنوب أفريقيا هذه الدول اذا تمت فعلا تطبيق الاتفاقية وفق ما تمام التوقيع عليها اعتقد ده هيكون نجاح كبير بالنسبة لنا وهيدي بريق أمل ان شاء الله للرئيس القادم في توليه للمسئولية هيدي له أريحية أريحية في ايه مش هبقى عنده ضغط في سعر الصرف تمام وهيقدر يقدر يكون وجهة نظر زي ما بسمى كده في العلاقات الدولية او الاقتصادية مع الشركاء اللي هم التسع دول اللي هم بنيين ما بيسمى بالبريكس يقدر يزيد من حجم التبادل معه تمام ويمكن حضرتك لو يعني شايف الناس النهاردة بتتابع الأخبار في مجموعة كبيرة جدا من الوفد التركي موجودين في مصر النهاردة وإحنا لدينا علاقات قوية جدا اقتصاديا أنا بكال اقتصاديا مع تركيا لو حتى سياسيا دلوقتي بقت علاقاتنا اختلفت بشكل كبير عما كان سابقا هو شوف يا فاين دايما بقول إذا كان كلمة لو دي تحسف كنا عرفنا نفهم كثير من الناس إن لو دي ممكن من لو من خمس سنين كنا هنبقى أحسن اقتصادا الناس بتحاول يعني زي ما بيسمى كده أكيد حضرتك تعلم تحارب الدول ما بين بعضها على أوضاع سياسية أو تنحاز لمجموعات أو مشابه لذلك وبشوفوش هذا الأمر اقتصادي فبيخصرون اقتصادا فلو كنا علاقاتنا من خمس سنين أفضل كان زمنا نهاردة ما بيننا وما بين تركيا أقصر علاقات اقتصاديا وأقوى تمام ليه؟ لأن النهاردة مثلا عندي الحراكة مثلا تركيا النهاردة سعر الفايدة هناك 35% فاللساس مار بيقل جدا صح؟ والتدخم بيزيد والتدخم بيزيد والتدخم عندهم النهاردة تجاوز 70% فده رقم كبير جدا فعشان كده بقولهم لو كنت من الأول من الخمس سنين كنا زودنا العلاقات أفضل اقتصاديا كان هيكون لها مرضود على الدولة المصرية وعلى الدولة التركية صحيح هي تركيا للأسف حطت نفسها في خندق معين اقتصاديا أنا بيشعروا لعوضاع السياسية أخرها كتير لكن أنا أيضا بيتكلم في بعض الأسئلة الشائعية الناس تقول البريكس دلوقتي لما يتطبق هو البريكس ده عملة هتبقى في جي بي هتطلح هقول لحدك ده بريكس هتلي بي كذا ولا البريكس ده اتفاقية تشمل تبادل تجارة معينة كل واحد بيعملوطه زي واحداك أشارت سؤال في غاية الأهمية أحيي حضرتك عليه لا ده اتفاقية يا فندم بالتم يعني هنخلينا نقول مع أشقائنا في الإمارات إحنا بنوقع طبعا الإمارات دخلت البريكس البريكس ده عبارة عن مجموعة تكتل اقتصادي مجموعة من الدول كويس المجموعة الدول دول اللي هم الخمسة أصحاب الفكرة اللي هم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا دول الخمسة اللي بدوا التصور وبعدين ضموا لهم الدول الأخرى منهم مصر والإمارات والسعودية وتركيا وأسيوبيا دول لما يخشوا مع بعضهم ويتعاملوا بالعملات المحلية مش هيلجأوا ليه سعر الدولار مش هيلجأوا للدولار ليه لأن للأسف أمريكا بتستخدم الدولار النهاردة للضغط على الدول وأصبح هذا سلاح وليس تعاون اقتصادي وده اللي بيأثر على العلاقات الاقتصادية ما بين الدول ومين بعضها أكثر ما بيأثر عليها ما بينها ومين أمريكا يعني يعتبر أننا وحضرتك أنت دولة وإحنا دولة غير خلاف أمريكا أمريكا بتتدخل في العلاقة ما بين الدولتين دول بدغطها بسعر الصرف الأجنبي وده اللي بيأثر علينا ويمكن زي ما قلت لحضرتك تبعت 13-14 تريليون دولار ورمتهم في السوق الأمريكي وللأسف الأسواق كلها كل دول العالم تأثرت تخيل حضرتك كل دول العالم سعر الصرف بتاعها انخفض وده التحدي الصعب خلال الفترة اللي جاي علشان كده كانت النبتة أو الفكرة اللي طالعة من دول مجموعة البريكس إزاي يكون فيه تعامل بعيد عن الدولار الركيز الأساسية في الفكرة دي أن يكون مخزون الدهب في كل دولة أكتر علشان يقدروا يتعاملوا بعملة جديدة أو تصور جديد اسمه مجموعة البريكس هو ده التصور يا فندم والفكرة اللي بتطرح للعالم دلوقتي طيب أنا بس حابيني أن أوضح للناس أن ده سؤال سؤالي مباشرة البريكس ده عملة زي اليورو ولا اتفاقية فطبعا زي ما دكتور مصطفى بيين هو اتفاقي الاتفاقية دي طبعا يا فندم طويلة الأجل وليست لمدة معينة لا طبعا طويلة الأجل هم بيسعوا أن هم يكون اليوم عملة مخصوص وتسمى عملة يعني هتكون عملة إلكترونية أو عملة بس لغاية دلوقتي ما فيش تصور حتى أكثر من مرة تحدثوا فيها قالوا خلوها تنتقل لمرحلة مستقبلية بس خلي الاتفاقيات تتم حتى يمكن حضراتك تتذكر الإمارات ابتدت تصدر للصين والهند بالعملات المحلية صحيح فده عارف حضرتك التجارب دي دايما بتكون فيها بعض من التحديات أو الصعوبات بس تبقى مع استمرارتها بتأدي النجاح والنهاردة زي ما احنا بنشوف إذا مصر فعلا تمكنت من رفع قدرتها الاقتصادية هو ده اللي دايما أنا ناشت بيه أنا راجل بتاع استثمار إذا الدولة حسنت من قدرتها التشغلية يعني عندنا بقت محاصيل زراعية تعمل اكتفاق ذاتي إذا حصل عندنا اكتفاق ذاتي من صناعة الأسمدة إذا حصل عندنا اكتفاق ذاتي مثلا من الأدوية ده بيرفع من قمة الجنيه يا طهر بيه أنا معاك إنه طبعا بيقلل على ضغطك العملة عليه بالضبط وبيعمل ايه كمان بيشغل الناس كتير وهو ده توجه وفكرة الرئيس عن فتاح السيسي من أول ما استلم قال لك أنا عايز أعمل اكتفاق ذاتي في العديد من الأمور وكان دايما بيتكلم يقول لك أنا عايز أعمل واحد ونص مليون فدان احنا عدناهم دلوقتي الواحد ونص مليون فدان وأنتجه والصواب الزراعية عارف يا طهر بيه سعر الخضار هيكون قد ايه بش أقل من نهار بعضها بالضبط كده ده مش أقل ده مش أقل يعني أنت على النهاردة حضرتك الناس اللي بتشاكي وزي ما حضرتك قلت كده على الفيسبوك ويعودوا يهشاتوا أو يعملوا كلام ما بيقدروش قمة العمل والمجهود اللي تم اللي لو ما كانش موجود النهاردة كانت الأصحاب دي يكون شكلة ايه يا دكتور مصطفى انت عارف احنا أحضرنا أرض زراعية باورناها قدي آه لأ عارف احنا رقم يخض يا فندم آه أنا أقول لحضرتك عشان نذكر مشاهديننا الكرام في 2011 يا فندم احنا خسرنا مليون فدان يعني صالح للإنتاج ده صالح بس بق ده من أجود أنواع الأراضي اللي بتنتج على مردان اللي عمل التعديات الزراعية وللأسف تسبب فيه زيادة العشوائيات اللي النهاردة الدولة بتتحمل تدعياتها النهاردة بتكلفة أعلى في إزالة العشوائيات وبناء مساكن جديدة للناس صحيح وبتحاول تحل مشكلة المليون فدان وبتحاول تحل النسمة متنساش يا فندم رئيس عفتاح السيسي ده أخد البلد تقريبا أخدها 85 مليون نسمة صحيح النهاردة أنا بكلم حضرتك تقريبا 105 مليون نسمة صحيح غير أشققنا الضيوف إنهم تقريبا 10 مليون نسمة صحيح مفيش دولة فندم بتزيد 30 مليون نسمة في 8-9 سنين مصر مصر إدر تعمل مصر إدر تعمل يبقى النهاردة البطولة في إزاي تتحمل يعني فوق قدرات الموازنة بتاعت الدولة طيب أسنة زينك هارجع للبريكس في حاجة عشان أقفل الموضوضة خاصة المفهوم العام برضو للبريكس كاتفائية الناس بتقول طيب معنى أننا هدخل البريكس ده معنى أننا لازم بقى أنا منتج وقادر على التصدير عشان الناس دي الناس دي بتقولي هانك دي منتج بالضبط هل أنا دلوقتي أقدر أواجه الدول الكبرى زي الصين وزي روسيا وزي باقي الدول آه بس مش بس يا فندم الثاني أرجع وفقه قدراتي يعني أن النهاردة لما أنا بقى عندي أنا بقى أرقام دايما 2.5 إلى 3 مليون فدان وعندي محاصيل زراعية أقدر أستغنى عن جزء منها أصدرها للخارج فده يزيد من الحصيلة العملة الأجنبية طبع الأمر الثاني الناس مش واخدة بالها بأن احنا كام يوم كده أو كام شهر كده الدول اللي بتتكلم عنها فندم زي الصين أو روسيا بيعمل حاجة ما بيسمى استبدال الكروض لمشروعات استثمارية يعني بيحصل إيه هو بديلك كان قرد بيقولك طب والله أنا مش عايز منك القرد ده أنا هستبدله معاك بمشروع استثماري تعالي بقى النهاردة نبني محطة قهرباء نبني محطة تحليت مية صحيح فهي دي القدرة من مشاريع أو أفقار أو اتفقيات البريكس واحد إن ترفع قدراتك في التصنيع والتشغيل والإنتاج عشان تصدر صحيح اتنين إن أنت تخلق فرص تشغيلية يستفيد منها المستثمت أو الدولة الجاية بالنسبة لك علشان يقدر ينمي عندك مرة أخرى وده تصور هو ده اللي يجمع عليه تفيت البريكس أعتقد إحنا امتلكنا شبكة طرق وبنية تحتية محترمة تستطيع الآن إن أنت لما تتكلم مع مستثمر تتكلم وتبقى لبي جابت ده بكل تأكيد ولكن اسمح لي الخطة دي محتاجة كتير آه طبعا محتاجة كتير ليه؟ لأن بوس يا فندم المعادلات الاقتصاد دايما لازم قياس قدام قياس يعني أنت بتقياس إيه مقابل إيه؟ أنت النهاردة لما بتشوف حجم الطرق والكباري اللي تمت دي تناسب تقريبا نصف قدرات الدولة علشان كده تلاقي الرئيس دايما بيقول لك لأ ولسه ما عايز يحسن ليه عايز يحسن؟ لأن انت النهاردة عايز يفتح شبك الطرق النهاردة تقدر تحسن ليه أوضاع الزراعة مثلا أو للمصانع والإنشاءات اللي انت بتتكلم عنها والأمر الآخر اللي لازم كل جمهورنا يبقى يخد باله والمواني آه طبعا هو بيعمل كده ليه؟ بيعمل طرق كويسة ليه؟ عشان يقربها للمينة عشان يصدر ولما يقربها للمينة عشان يصدر يعرف يجب لك الخام علشان يعرف يستورد ما هو يا فندم خلي بالنا لازم نقطة كوي ما فيش واحد بينتج كده بدون ان يكون عنده لازم يجيب مدخلات آه طبعا مش كده؟ يعني انت النهاردة عايز شوية معدات عبير ما تجيب المعدات دي أو الآلات أو الخامات دي علشان تقدر توصلها النهاردة للمنطقة الصناعية أو لمنطقة لوجستية بتحتاج مجهود كبير والنهاردة نذكر كل مشاهدنا الكرام النهاردة الدولة بتقوم على تصور مش للنهاردة لعشرين تلاتين ولعشرين خمسين وستين ودي خطط العالم كله مش مصر بس وهو ده من حسن تفكيرنا للتخطيط يا فندم مش عايزين لنا تراقم زي العشرات السنين اللي فاتت العشوائيات بتزيد وبتنفاقص من حقوقك وحقوقك بس انا نفسي يا دكتور مصطفى حقيقي ان احنا عندنا مصنع اكتر طيب طالما حضرتك فتحت بقى الكلام انا ذكرت بس في 2011 انت حالك عارف قفل كم مصنع في سنة واحدة انا فاخم وخاصة وقت الكورونا تحديد لا 2011 بس يا فندم 2011 قفل 5500 مصنع تخيل حضرتك ال5500 مصنع دول انا هقول لحضرتك في المتوسط 2500 عامل شوف حضرتك اولا احنا المصانع دي لما تقفلت للأسف عليها تراقمات مالية تخوف من الاحداث والانفلات الامن اللي حصل صحيح خرج من عندك ورفع علينا قضايا تحكيم دولي وللأسف النهاردة القسائر كل ده أصرت علينا فانت النهاردة علشان عيدت التشغيل تاني محتاج وقت كبير محتاج استقرار مجتمعي اذكر حضرتك دايما وكل مشاهدين عارف حضرتك في حاجة بيسموها التصنيف الاقتماني اه طبعا التصنيف الاقتماني ده يعني ايه قدرة الدولة على سداد التزامتها طبعا كل ما بيجي في التصنيف الاقتماني الناس بتهتم بالنص الاول بس ارتفع او انخفض مبيبصش عن النص التاني النص التاني يقول لك ايه المجتمع مستقر يعني ايه المجتمع مستقر يعني السوق شغال والناس دي امنة صحيح الناس دي أمينة يعني عندها قدرة في السداد الناس دي بتشتغل عندها فرص عمل فتقدر تسدد يبقى لي الجمهورنا الكريم لما يعي ويشوف الأفكار دي أو يشوف التصنيف يعني يعرف أن الحمد لله طول ما الدولة مستقرة واخد من كلمتك في المقدمة أن احنا قدنا على ايد بعض وقلبنا على قلب بعض وأن البلد دي ربنا حفظها مرة والتانية لأ حيسيبها لكم بقى المرة التالتة والعياذ بالله يعني ربنا يكتبها علينا الروح يا رب الله أمين أسألك بقى سؤال في ما يخص حلقتنا فضل الرئيس القادم وبسه عشان نبقى الناس يعني مدركة جيدة يعني الحروب في العالم كله قبل ما تكون سياسية أو عسكرية اقتصادية بس تبقى يعني مدركين الدنيا ماشي عاملت زيها التحديات الاقتصادية كتيرة لكن في ما يخص مصر التحديات الاقتصادية اللي هتقابل من طبعا ربنا سيكتب له الحكم في الفترة القادمة أهم ما هي لأ كثيرة شوف أولا الموازنة العامة للدولة يعني أنا دايما نقول لما في حد إن شاء الله هيترشع زي ما الرئيس كده جيه عبد الفتاح السيسي أول ما جيه قال لك أنا عندي حاجة اسمها عجز في الموازنة الإرادات بتاعت الدولة دي والمصرفات بتاعت الدولة دي وده أول سؤال حراك رازم تسأله لأي حد تمام هتعمل فيها إيه في عجزة النهاردة دي نمرة واحد تمام نمرة اتنين أنت عندك اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنوك وما شبه لذلك الاتفاقي دي أي مرشح هتلتزم بيها ولا هتغير هتلتزم بيها طب انت النهاردة عندك تحدي صعب علشان تقدر تجيب من الاستثمارات ومن الشراكة مع الجهات دي تضخ فلوس داخل الدولة تمام صح صح وإلا لو لغتها يبقى حضرتك قولي هتعمل إيه في المشروعات إلا النهاردة مفتوحة أو بتمتج خلال الفترة اللي جاي ده تصور تاني تصور التالت النهاردة ما بيسمى بسعر الصرف اللي هو الجنيه مقابل العملات التانية الناس بتسمع الجنيه قدام الدولار لا عملات كلها مش الدولار الله يخليك هو ده المزبوط الجنيه أمام العملات التانية والناس بتسأل على الدولار يا جماعة احنا ملناش دعو بالدولار والله احنا لينى عملتنا احنا هتحسن عملتك كل ما تحسن عملتك يبقى الدولار والعملات التانية دي هتنزل هتحمل الانتاج والتشغيل يبقى جنيهك ده scientist هتنزل يبقى العملات التانية هتطلع هو ده تصورنا النهاردة هتحسن قيمة الفلوس ازاي قيمة الجنيه ازاي قيمة الجنيه ده اللي هو بنسميه المرضود على جيب المواطن ما أنت النهاردة لما تحسن حضرتك الجنيه يبقى الجنيه ده هيقوى تقدر تشتري بيه شوية حاجات زيادة يبقى أنت هتوفر للمواطن صحيح صح كده طبع ده جانب في غاية الأهمية الأمر التالت كمان أن إحنا النهاردة التزاماتنا مع صندوق النقد الدولي النهاردة واضحة وصريحة إحنا اتفقنا على برنامج برنامج النهاردة هنعمل حاجة بيسمى زيادة للشراقة مع القطاع الخاص يعني أنت النهاردة هتفتح للقطاع الخاص وتديله طرحات هتديله شركات صحيح ولا هتقفل وتعمل شكل رأسمالي جديد صحيح يعني شكل اللي اقتصاد هيبقى شكله إيه هتطرح شركات وتخلي الناس تشتغل وتعمل مكاسب زيادة ولا هتقفل عليها وتخليها للقطاع الخاص والقطاع العام ولا للقطاع الحكومي ده تصور وده تصور ده ليه ميزة وده ليه ميزة وده ليعيب وده ليعيب بس إحنا فد من انتهاجنا طريق ومشينا فيه انتهاجنا الطريق ده عبارة عن إيه إن الرئيس السيسي لما جاء استلم البلد دي البطالة 14% النهاردة بيسلمها أو بيان شاء الله بيمتدله الفترة القادمة عمل في البطالة 7% يبقى عمل إنجاز كبير عمل مشروعات في عمل تحقيق لطفرة خلى الناس تشتغل يعني قضى على حوالي 50% من الناس بتبقى الظهرة اللي كانت موجودة بالضبط كده مثلا إنت بقى أو أي حد كان تصورك إيه للناس معه الناس النهاردة فندم لما بتشتغل هي دي أرزاء الناس طبعا صح هو كل الناس عايزة تشتغل هتوفر له فرص عمل ولا مش هتوفر له صحيح هتوفر له فرص عمل يبقى هو ده الكلام أخيرا وليس آخرا موضوع سينة هتعمل في سينة هتعمر وتكمل وتدي أراضي زراعية للناس تشتغل وتفتح مصانع ولا والله هتقفلها وتحط الجش هناك ونصير حرب ده حق التساؤل لللي جاي النهاردة داخل انتخابات طبعا لكن الكلام اللي احنا حضرتك بتسمعه ساعات يقولك أنا هطبع فلوس وديها للناس أو مش عارف إيه يبقى أرجو ان احنا نعمل إيه أطهر بيه نوعي الموات خلي بالك أن نصبنا وإسمتنا اللي جاي مش عايزين نغلط انزلوا انتخبوا حطوا صوتك في الصندوق مهما كان إيجابي أو سلبي حتى لا تكون يعني مثل ما يقولون تسير وراء ما هم يسيرون تمام بشكرك دكتور مصطفى بدر الخبيل الاقتصادي شرفتني شكرا فنم الشرف حلقتنا النهاردة انتهت من معصرة انتخب لكن الكلام لسه ما انتهش إلى اللقاء اشتركوا في القناة